نعم منذ قليل انتهى هذا المؤتمر الصحفي والذي سبقه ايضا اجتماعا ثلاثيا تم فيه التباحث على العديد من النقاط نتحدث اليوم عن التركيز والتأكيد على العلاقات الثلائية التي تربط هذه الدول العربية الاردن العراق ومصر بالاضافة الى العلاقات التي تربط هذه الدول بالهم المشترك وربما تم تطرق الى القضية الفلسطينية من الوزراء خارجية الاردن ومصر والاردن بالاضافة الى ملف الامن العراقي ملف الامن العراقي ربما كان حديث هذا المؤتمر عندما كان ما يتغلب وما يغلب على شكل هذا المؤتمر وهذا اللقاء ربما صلاح نتحدث عن الهم والشأن الاقتصادي ربما الامن الغذائي الامن المائي ايضا تم تطرق له ومواجهة مصر للتحديات في الظرف المائي هناك تأكيد من قبل وزير خارجية الاردن الصفدي وحسين وزير خارجية العراق فؤاد حسين بان يكون هناك دعم للملف المصري على المستوى الملف المائي وما يواجه مصر من تحديات بسبب هذه المشكلة وسد النهضة وكان هناك حديث من وزير الخارجية المصري سامح شكري تطرق له بالشكر للاردن والعراق بالوقوف على مستوى العلاقات الخارجية والدبلوماسية في دعم هذا الموضوع نتحدثنا ايضا عن ملف الربط الكهربائي هناك تداعيات جديدة وهناك ربط كهربائي سيكون بين الاردن ومصر على اثقال اعلى وهو موجود وسيكون هناك انطلاق من بداية العام المقبل ستكون هناك جاهزية كاملة لشبكة الربط الكهربائي ما بين العراق والاردن الكهرباء الاردنية مع شبكة الكهرباء العراقية هنا نتحدث عن قضايا كبيرة جدا ربما الهم الاقتصادي كان عنوانا للقاء ما قبل عقد المؤتمر ولكن الامن العراقي سامح شكري وزير الخارجية المصري والاردني ايمن الصفدي تحدثا عن في بداية المؤتمر عن التأكيد والسعي دائما لدعم العراق في امنه واستقراره وعدم المساس والتدخل في العراق وعلى ان لا يكون العراق ساحة للتناحر او لتصفية الحسابات لدول مجاورة وهنا ربما تجدر الاشارة بالاشارة لايران التي تقوم ببعض الاعمال عن طريق اذرعها داخل الاراضي العراقية بالاضافة الى بعض الضربات الاخيرة من تركيا على العراق هذا الامر ربما قد يستدعي كما تحدث وزير الخارجية العراقي بان يكون هناك تنصيق عربي مشترك حيال هذه القضايا الامنية ويكون هناك في الايام القادمة ردة فعل اخرى وواضحة على الصعيد السياسي مع ايران ومع ايضا الجمهورية التركية نتحدث عن اجتماعات قادمة الاردن سيستضيف قمة بغداد الثانية بوجود فرنسا هنا في العاصمة الاردنية في العشرين من هذا الشهر اي بعد عشرة ايام تقريبا من الان نتحدث عن استعداد ايضا للقاء قادم ما بين الوزراء الثلاثة سيجتمعون في بغداد للتنسيق لقمة قادمة ثلاثية في العاصمة المصرية ربما تكون قبل نهاية العام هذا كل ما صدر وكان موجودا في هذا المؤتمر وهذا اللقاء اليك الكلمة الان شكرا على كل هذه المعلومات يوسف البستنجي مراسل الغد كنت معنا من عمانة